السلام عليكم أحبائي اليوم سوف نمر إلى محور جديد تحت عنوان الفلاحة والصناعة والتجارة ونص قرائي جديد تحت عنوان العمل سنمر مباشرة إلى الإجابة عن أسئلة النص سؤال يقول ألاحظ السور وأقرأ العنوان وأضيف له ما يناسب العمل العمل عبادة حب انضباط الجد الكد شريف سؤال ثاني أقترح توقعا لموضوع النص أتوقع أن يتحدث النص عن مجموعة من المهن وعن قيمة العمل في الحياة سؤال ثالث في أفهم وأحلل أكمل عائلة كلمة تحوق حياك حياك هاك احتكاك احتكا محاك محاك السؤال الرابع يقول أشرح الكلمات الآتية باستعمال المعجم الكير المسهج تحرج وأركبها في جمل الكير المنفخ الذي نستعمله للنفخ على النار اشترأ بكيرا في عيد الأضحى المسهج آلة تستخدم لتقشير الخشب قشر النجار الخشب بالمسهج تحرج يعني تفتل القطن تحرج جدة القطن لتصنع منه جلبابا قطني سؤال خامس يقول أجرد العاملين في النص وأحدد صفاتهم وأدواتهم والمجال الذي ينتمون إليه الفلاح صفاته العطف المجال الذي ينتمي إليه الفلاحة النجار أدوته المنشار المسحج والغراء أعمال التي ينتمي إليها الصناعة البناء أدوات لبينات المجال الذي ينتمي إليه البناء الفخاري الصناعة التقليدية النساج الصناعة التقليدية الحداد صفاته العزيمة مترقة والسندان صناعة التقليدية الخياطة أدوتها إبرا صناعة التقليدية التاجر صفاته الرضا والمهنة التي ينتمي إليها التجارة ثم عندنا في الآخر الصيدلانية أركب وأقول أضع لكل فقرة فكرتها الرئيسية ثم أركب منها ملخصا للنص وأضع عنوانا مناسبا له الفقر الأولى يحب الكاتب الفلاح الذي يعتني بحقله ويغرس بدل شجرة واحدة والتها أشجارا كثيرة الفقرة الثانية يحب الكاتب كل من النجر والبناء لأن الأول يحول أخشاب الجفة إلى أشياء تخلب العقل بينما البناء يحول صخرة السلدة إلى لبينات الفقرة الثالثة يحب الكاتب الفخارية والنساجة فكل واحد منهما يسعى إلى إتقان عمله بجد الفقرة الرابعة يحب الكاتب الحدد والخياطة فالأول ينفخ كيره في النار لتليين الحديد والتانية يسبقها نور عينيها لإخاطة أتواب زاهية الفقرة الخامسة يحط الكاتب التاجر والسيدلانية عفوا يحب الكاتب التاجر والسيدلانية فكليهما يسعيان لتقديم عملهما على أكمل وجه فالأول يحرصه فالأول يعرض بضاعته أمام الزبون والتانية تصهر على تحضير الأدوية للمرضى ملخص النص يحب الكاتب مجموعة من المهن ويعشق من يسقنه ومن يجعل منه أشياء تسلب العقل فتحية لكل هؤلاء الذين يسهرون على راحتنا العنوان المقترح للنص هو حب العمل والمهنة التي أحببت أن أتحدث عنها هي مهنة الفلاح أحب مهنة الفلاح لأنه يستيقض باكرا وينقي حقله من الحشائش الضرة ويراقب ماشيته ويسهر على أكلها وشربها ولعايتها فلولاه لم وصل إلينا شيئا من خيرات الله ولا شربنا حليب الأبقار ولا دقنا بيضاء الدواجين يذهب إلى عمله مبكرا لا يكل ولا يمل ولا يبالي ببرد ولا بحر يلفحه همه الوحيد هو أن يكونه من توجه رهن إشارة الغني والفقير الضعيف والقوي فسلمت يداك أيها الفلاح الكريم ثالثا كرر الكاتب جملة أحب من الناس العاملة في رأيك على ماذا يدل ذلك كرر الكاتب جملة أحب من الناس العاملة لأنه يحب كل العاملين ويرفع لهم القبعة تقديرا لمجهوداتهم نهاية الحصة لا تنسوا دعمنا وإلى اللقاء